السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونحن نتحدث عن خدمة المحاصيل الصيفية هذه هي البامية وهي من أهم محاصيل الخضار التي يقبل عليها الشعب المصر محصول البامية والمزارع هنا كما نشاهد يستخدم محرات الحصان ولا لو اسم كان يفند له اسمه محرات الحصان يعني أنا فاكر وإحنا عندنا أرض برضو يعني أخويا المزارع بيستخدم المحرات ده بس ده أكبر شوية لأن السلاح عريض ولا هو له درجات لا هو له درجات تمام ده كبير لا ما أنا بقول لك اللي أنا شفته كان صغير ده اسم محرات الحصان التاني اسم محرات إيه وصلت برضو اه بس ده كبير بس ده درجات بحر اه تمام درجات كبير تمام 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 وبعدين بسم الله ما شاء الله الله مصلع النبي أنا شايف ان يعني المحرات بيقلع بينظف وبقلع الحشائش إن كان دي الحشيشة دي اسمه إيه؟ ده حشيشة اه اه الحشيش والساعدة بقطع الساعدة تمام حشائش الأرض وكلها بيتخلص منه طب تفضل لفندي بسم الله يا رحمة يلا كما نشاهد المحرات يقوم بتنظيف الأرض من الحشائش وخربشت الأرض وسد الشقوق اللي كايت تحتفظ الأرض بالرطوبة نلاحظ هنا أن المزارع يقوم بعسك الأرض بالمحراس الحديد والذي يسمى محراس الحصان هذا المحراس محراس حديدي يقوم بعسك الأرض سد الشقوق وتنقية الحشائش أو القضاء الحشائش هذا هو الحصان وهذا هو محراس الحصان هذا هو محراس الحصان وهذا هو محراس المحراس الحصان من الآلاف النصفة التي تحتاجها لها موجود من المزارع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هذا هو محراس الحصان هذا ما لدينا عن محراس الحصان ونشكر حضراتكم ونشكر حسن المتابعة وان اعجبكم الفيديو اراجع الاشتراك في القناة لكي نستمر شكرا